يقطع هؤلاء التلاميذ هذا الطريق البائس كل يوم بمسافة طويلة من أجل الوصول إلى المدرسة على أمل الحصول على العلم والمنفعة لكن جهدهم يضيع دون فائدة فحال مدرستهم ليس بأفضل من حال هذا الطريق الذي يسيرون به المعاناة مدرسة كرافانية تنزل مي على الطلاب طلاب رحلات قليلة مدرسين قليلة هسا عدهم نقص تقريبا سبع معلمين وبالطيانة من الشارع العام إلى حد الآن إلى هنا تقريبا بيها كيلة وين وهي الطلاب من الشارع وجاي كلها تجي وين على هاي المدرسة الكرافانية في حي العبور غربي المدينة هذه مدرسة كرافانية حالها مثل حال ثمانين مدرسة في أطراف الموصل لا توفر للطلبة أي وقاية مطلقا وكأنهم يجلسون في العراء فلا سقوف تحميهم من المطر ولا شبابك تمنع عنهم هواء الشتاء البارد اليوم صارهم عشرين يوم يجون يقعدون بالصف ودو وقت الحل يحلون على البيت عليش يجون لا يستقبل المدرسة هم لهم البداية قالوا ما نستقبل ما خلقهم يجون بالوحل وبالبرد وجهال يجون يقعدون لوقت الحل ويحلون ويروحون على البيت نقص في الخدمات ونقص في الكادر التدريسي أيضا أسباب جعلت بعض أولياء الأمور يجبرون أولادهم على ترك المدرسة وهذه المدرسة ليست بأفضل حال عن غيرها من مدارس أخرى في عموم المحافظة ما يزال في عموم نينة وامئة مدرسة مدمرة منذ انتهاء الحرب والمدارس الكاربانية لم تفي بالحاجة أما العام الدراسي فقد بدأ في مناطقنا ولم يبدأ بأخرى وواقع الحالي يصف نفسه من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير